أنا قلت لكم سأرغم آنافكم وآناف أهبائكم وآناف أجدادكم وآناف أجداد أجدادكم على أن تقبلوا الحقائق سأرغم آنافكم مثلما أرغمت هذه الحقائق أنفي ويا ليت أجدادي وآبائي على قيد الحياة كي أرغم آنافهم بهذه الحقائق لكنهم ذهبوا ذهبوا على ضلال مراجع النجف مثلما ذهبت أجيال شيعة منذ أن أسس طوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة ولا زال الضلال مستمرا إلى يومنا هذا وتضحكون على الناس تضحكون على الناس من أن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان كيف ستجيبون صاحب الزمان لو سألكم في ساعات يوم القيامة على أي أساس تقولون من أنهم ينوبون عني أي دليل عندكم الروايات ما هم أنفسهم نفس المراجع يضعفون الروايات التي تستدلون بها على أنهم نواب لصاحب الزمان بأي رواية تستدلون برواية التخليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري هم يرفضون التفسير جملة وتفصيلة ويرفضون هذه الرواية ويضعفون سندها وحتى يضعفون متنها بتوقيع إسحاق بن يعقوب إنهم ينكرونه يضعفون سنده السستاني والخوئي ومن على شاكلتهم ومحمد باقر الصدر هؤلاء يضعفون هذه الأحاديث هذه الأحاديث يضعفونها وقد مر هذا الكلام فيما سلاف حتى حينما يقبلونها يصابون بحيرة في فهمها ربما في مقطع من حياته قبل محمد باقر الصدر التوقيع ولكنه كان حائرا في فهمها وبقي متحيرا إلى أن قتل ما استطاع أن يستخرج منها معنا واضحا مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا كتبه دالة على ذلك سيرته أما السستاني فمن الأساس هو ينكر هذه الروايات ويرفضها ويضعفها سندا ودلالة وكتبه تتحدث بهذا وقد جئت بكتبه وقرأت ذلك منها فكيف تخدعون الناس من أن السستانية وأمثاله ينوبون عن صاحب الزمان أما تستحون من أمير المؤمنين الذي تجاورونه أما تخجلون من ذلك وأنتم أنتم الذين جئتم زوارا أما تخجلون من الحسين تأتون لزيارته يا أيها المنافقون الدجالون الكذابون وتحاربون ثقافة العترة الطاهرة التي تمهد الشيعة في قلوبها وعقولها كي تكون مستعدة لنصرة إمام زمانها ماذا ستقولون لإمام زمانكم لو أنه ظهر في السنة القادمة في أيام حياتكم ماذا ستقولون له أم أنكم ستصطفون مع أوباشي النجف مع آيات الله العظمى الذين سيخرجون لقتاله أذهب بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية التاسعة والخمسين لا أقول بعد البسملة لأن سورة التوبة ما فيها من بسملة في الآية التاسعة والخمسين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قطعا الآية في صدد الأموال والأرزاق والصدقات الآية التي قبلها ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فالصدقات مصداق من المصادق من مصادق الأرزاق تأتي الآية التي بعدها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فجهة الإغناء وجهة الرزق الله ورسوله لكن الله سيكون خيرا رازق والرسول رازق عظيم بجنب الله سبحانه وتعالى القرآن هو الذي يتحدث عن هذا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الكلام هو هو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤيتهم رؤية الله ليست محدودة بزمان أو بمكان وعطاء الله كذلك عطاء ليس محدودا بزمان أو بمكان ولذلك نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة في المقطع الأول من مقاطع التسليم فيها من أنهم أولياء النعم والنعم جمع تكسير معرف بالألف واللام هذه أصيغة تدل على الاستيعاب إنه استيعاب لكل النعم ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وفي السورة نفسها إذا ما ذهبت بكم إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة أذهب إلى موطن الحاجة منها وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فجهة الإغناء من الله ورسوله لكن الله هو خير المغنين هو خير الرازقين هل جئتكم بشيء من عندي هل جئتكم برواية حتى تستطيع أن تكذبوها بقذارات مراجعكم الجهال الأغبياء في النجف وفقا لقذارات علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال ما هي هذه آيات الكتاب الكريم هل افتريت على القرآن شيئا المصحف عندكم والبرنامج بث مباشر وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة وإني لناطق بكل جرأة جرأتي هذه من حقي ومن صدقي لو لم أكن على حق لما كنت جريئا بهذا الحد ولو لم أكن صادقا ولو لم أكن على معرفة وعلم ويقين وثقة بهذا الذي أضعه بين أيديكم لما وقفت في مواجهة طغيان المؤسسة الدينية الشعية إنني في مواجهة تأريخ يمتد إلى بدايات الغيبة الكبرى إنني في مواجهة هذا التأريخ لو لم أكن منطلقا من قاعدة حقيقية وهاني أعرض الحقائق بين أيديكم لما استطعت أن أكون جريئا بهذا المقدار وبهذا الحد لكن الحقائق أرغمت أنثي وإنني لعالم أنني سأرغم آنافكم وأناف آبائكم بهذه الحقائق حتى لو أنكرتموها على ألسنتكم لكنها ستدخل إلى عقولكم رغما عنكم إني داخل بهذا الفكر إلى عقولكم رغما عنكم أرفضوه وسأدقله في عقولكم حتى لو عاديتموني حتى لو قتلتموني هذا الفكر لا بد أن أدخله في عقولكم هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي فماذا تقولون أنتم أليست هذه هي الحقيقة هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي هذا الكلام الذي أقوله لا قيمة له الكلام الحقيقي سيكون عند ظهور إمام زماننا هل سندرك زمانه هل أننا سنرحل قبل أن ندرك زمانه لكننا على الأقل أدينا شيئا يسيرا من واجبنا في تمهيد لمشروعه الشريف هذا ما يرتبط به أنتم ماذا تقولون ماذا قدمتم لإمام زمانكم إنني أخاطبكم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم في حوزة النجف في مكاتب المراجع وأنتم أنتم القادمون من خارج العراق لأجل أن تخططوا لتدمير ثقافة أهل البيت بتشويه سمعة الناطقين بها والمدافعين عنها أنتم أنتم سنقف جميعا وعند الله تجتمع الخصوم ما هي هذه الدنيا أيام لقي مثلها أيام ونرحل وما بعد الرحيل هناك 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 أعود إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة وما النقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالإغناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله تلاحظون أن القرآن يتحدث بشكل واضح عن وجود خالقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم وعن وجود رازقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم والحكاية لا تنتهي هنا الوقت يجري سريعا بقي عندي كلام طويل طويل سأتمه لكم في حلقة يوم غد لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأوصاف التي وردت في القرآن وهناك الكثير منها ورد في الأدعية ماذا جاء في القرآن جاء في القرآن من أن الله أرحم الراحم هناك راحمون بمستوى الله بحيث أن الله يقارن نفسه بهم إلا أنه يقول عن نفسه من أنه أرحم الراحم خير الراحمين خير الغافرين خير الناصرين خير الفاتحين خير الفاصلين خير المنزلين خير الماكرين خير الحاكمين هذه الأوصاف كلها قرآنية لم يبقى عندي وقت كي أستخرج لكم الآيات سأستخرجها لكم يوم غد حتى تعرفوا من أننا حين نتحدث عن محمد وآل محمد وعن مقاماتهم إنما نتحدث بروح القرآن بحقيقة القرآن ولذا هم قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لم يتنكب الفتن يعني سيقع فيها الذي يتنكب الفتن الذي يستطيع أن يتجاوزها أن يخفز عليها أن لا يصيبه الضرر فمن لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لذا مراجع النجف ما عرفوا أمر أهل البيت من القرآن لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ونقضوا بيعة الغدير هل عرفتم إذن عظمة بيعة الغدير التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية ولماذا اشترط رسول الله علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي كي نعرف قرآنهم وبعد ذلك كي نعرفهم وبعد ذلك كي نصل إلى التوحيد أما هذا الدين الذي عليه مراجع النجف هذا دين الشرك وسأقرأ عليكم الروايات في الحلقات القادمة وبصريح كلام أئمتنا من أن طريقة العبادة التي أنتم عليها الإمام الإمام يقول عنها من أنها الكفر بعينه صلاتكم صلات كافرين ما أنا الذي أقول وحق الحسين سآتيكم بالفتوى من الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن أوثق كتبنا سآتيكم بالفتوى من الصادق من أن الصلاة التي تصلونها بهذا الوضع الذي أنتم عليه هي صلاة كفر أنتم تعلمتموها من مراجع النجف فإذا كانت الصلاة صلاة كفر ماذا يعني هل أن الدين دين إيمان أم أنه دين كفر وهذا بالضبط ما قاله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الرواية التي في تفسير إمامنا الحسن العسكري بعد أن وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على حسين بن علي وأصحابه ومن أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة الإمام يتحدث عن بعض من الشيعة وهم قلائل فيقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من تشير إلى التبعيض تشير إلى عدد قليل من الأفراد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كما يعظم القرآن محمدا وآل محمد كما أفعل الآن بين أيديكم من قرآنهم وأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر إنه يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة عن المرجع الأعلى لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذا حديث صادق ما هو حديث ستأتينا الروايات الشريفة واضحة صريحة وقت الحلقة انتهى خلاصة القول فإن هذا الإطلاق الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم بحسب أحاديثهم التفسيرية لقرآنهم إنه أمر واضح صريح أما روحه وشرحه وبيانه فقد قدمت لكم أمثلة من أن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين وبأنه خير الرازقين فأقر بوجود رازقين عظام وخالقين عظام والخالق والرازق هو نفسه الذي وصف في الآيات بالألوهية ومرت علينا الروايات في إطلاق لفظ الله ولفظ الإله على المعصوم بحسبه بحسب البيانات التي قدمتها لكم كل الذي ذكرته لكم من قرآنهم ومن أحاديثهم ما ذكرت لكم شيئا من مكان آخر لا من عندي ولا حتى نقلت لكم من أي عالم من علماء الشيعة أغناني صاحب الأمر عنهم وعن هرائهم وعن مزابلهم إلى يوم الدين فلا ذكرت لكم لا من كتب علماء الشيعة ولا من كتب الديانات والمذاهب المختلفة ولا حتى من كتب الشيعة التي هي ليست من كتبنا القديمة ما حدثتكم إلا بقرآنهم وحينما أفسره أفسره بتفسيرهم الذي أنقله لكم من كتبنا القديمة التي أقطع بدرجة مئة بالمئة هي كتبهم والأحاديث أحاديثهم وأعتقد أنكم لا تستطيعون أن تنكروا خبرة في ذلك ربما يمكنكم أن لا تتفقوا معي في هذه النتيجة لكنني بينت من أن ني حين أقول هذه كتبهم وهذه أحاديثهم لا يعني أن هذه الكتب لم يتطرق إليها التحريف والتصحيف أبدا بينت كلامي في مئات ومئات من الساعات وشرحت موقفي العلم والشرع والعقائد وبلغة عربية واضحة ولا لا أحتاج لأن أكرر الكلام مرة أخرى لكن النتيجة التي ألفت أنظاركم إليها أن فكروا بأنفسكم وفكروا كيف أنكم تجهلون ثقافة دينكم وتجهلون قرآنكم وتجهلون أحاديثكم إذن ماذا تعلمتم يا أصحاب العمائم العباسية الإبليسية المحترمة ماذا تعلمتم إش علموكم ذول الثولان بالنجا غير الخراط وطاحت الحال ش تعلمتم قلوني ش تعلمتم ما هذه الحقائق تصدمكم صدمة هذا هو دين علي وآل علي إن كنتم أشياعا لعلي وآل علي